اشتركوا في القناة 456 آية هذا العدد الميزان المشهور اضفنا للكهف اللي هو بتعلق بقضيات زوال اسرائيل يبدو يعني احتمال اقصد وليس جاز 100% ننضيف 456 آية واذا نحن في الآية 27 الحج الآية 27 الحج تحدثنا عنها سابقا باختصار فيها كلمة الحج التي سميت الصورة الحج وكلمة الحج هي الكلمة 456 كلمة الحج ترتيبها في الصورة 456 عجيب انا جاي من صورة الكهف اللي فيها موضوع 2022 و1443 من الآية 26 اعطيت 456 آية فاذا انا في الآية 27 الحج واذا بكلمة الحج لسميت الصورة الحج في الآية 27 هي الكلمة 456 فلما درسنا آية الحج فلما درسنا آية الحج واذا بشيء عجيب قبل ما الآن نعطي بعض نتائج الآية الحج لو أعطينا بعد آية الحج 456 آية زائد 2022 سنكون في الآية 25 الحديد كما مرة بعد آية الحج الآن 456 آية زائد 2022 آية واذا انا بالآية 25 الحديد نتحدث فيها فيما بعد نتحدث إن شاء الله فيها فيما بعد خلينا الآن في آية الحج قد يقول البعض ايش علقت الحج آه وبعد ما يتحدث القرآن الكريم عن شعائر الحج من الآية 26 للآية 37 يبدأ يتكلم في موضوع يتعلق مثلا اذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا قبلها ان الله يدافع عن الذين آمنوا في آخر السورة وجاهدوا في الله حق جهاده بعدين في هو مولا نعمة المولى ونعمة النصير في نعمة المولى ونعمة النصير آه في علاقة بين موضوع الحج والجهاد وجاهدوا في الله حق جهاده وإشارات إشارات طيب الآن ندرس سورة الحج وندرس الآية 27 الحج ونشوف إمكانية الصدفة أولا سورة الحج هي سورة 42 عفوا 22 22 22 الآن بدي أضربها في عدد آياتها لأننا نكون كاتبين بهذا الشكل 22 الحج 78 الآيات ضرب إذا 22 ضرب 78 1716 1716 هو 1443 للهجرة هذه أول قضية هذه أول مفاجأة في الحج أنه عنوان السورة 22 ضرب عدد آياتها ترتيبها بعدد آياتها وهذا سبق استخدمناه مثلا في مثال سورة الحديد كمثال إذا ضربنا ترتيب السورة في عدد آياتها فكان 1716 اللي هو 1443 للهجرة ممتاز الآن بنا نروح لآية 27 الآية 27 تنتهي فيها كلمات الحج التسعة لأنه في الحج تسع كلمات آخرها في آية 27 الحج التسع كلمات لو استخدمنا الآن أسلوب التالي الكلمة الأولى في الآية 189 من سورة البقرة 189 بنحط هيك 189 2 2 إيش ترتيب السورة بعدين الآية اللي بعدها الآية اللي بعدها الآية بعدها آخر شي آخر شي 27 22 يعني الآية 27 في السورة 22 مجموعة دول العمودين 1443 1443 عجيب طب جمال السورة 27 جمال السورة يعني القيمة العددية لألفاظ السورة جمال السورة عفوا جمال الآية 27 هو 3826 إيش هو 3826 هو المسجد الأقصى هو المسجد الأقصى 2022 1443 جمال الآية 27 الحج المسجد الأقصى 1443 2022 شيء عجيب طيب الآن نيجي بهذا الشكل الآية 27 في السورة 22 اللي عدد كلماتها 14 وعدد حروفها 51 هاي أعطاني 114 واللي جمالها 3826 المفاجأة إنه أعطاني 636 فتح عمر 1187 فتح صلاح الدين 2022 ميلادي لأنه كله ميلادي 636 1287 2022 ميلادي عجيب طيب هاي أسلوب آخر الآية 27 في السورة 22 اللي عدد آياتها 78 وعدد كلماتها 1274 عدد كلمات السورة أعطاني 1401 2022 طيب واللي اسمها الحج هاي جمال الحج 42 أعطاني 1443 1443 طيب هو حتى عدد كلماتها عدد كلماتها جمال انت انصر الله ينصركم فإذن إذن القضية وهناك أمور وتفاصيل أخرى مثلا ترتيب الآية 27 ترتيب الآية 27 في المصحف 2622 بدي أقيم منها 456 قيمة 456 بقي عندي 2022 للميلاد رجعت الـ 456 شو هو كمان كمان المسجد الأقصى فلسطين 2022 هذا ترتيب الآية 27 ترتيب الآية 27 الحج المسجد الأقصى فلسطين 2022 2022 هذا ترتيبها أخذنا آية صورة الحج 27 باحتمالات من ضمنها من ضمن هذه الاحتمالات من كلم حرف تتألف هذه الآية هذه الآية تتألف من 19 حرف هجائي شو جمال 19 حرف هجائي سبق بينا أنه الجمل يتكلم عن فتح صلاح الدين 27 رجب إلى آخره بالتفصيل لأنه هي الحقيقة هذه الآية تتضمن كل الفتوحات التي تأتي بعد الإسلام التي تأتي بعد الإسلام إلى درجة هي الآية على فكرة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالة وعلى كل ضامري يأتين من كل فج عميق حتى لو أخذنا جزئيا وأذن في الناس بالحج لأنه كلمة الحج 456 أخذنا ترتيب على فكرة أخذنا ترتيب الكلمات وأخذنا جمالها ترتيب الكلمات وجمالها بيطلع عندي فتح الأرض المباركة وبيطلع عندي 27 رجب 27 رجب 583 هجري له فتح صلاح الدين فتح الأرض المباركة